في هذا الفيديو سوف نقوم بعمل بطن لتحكم في براير زائد سوف نقوم بعمل بار والسكور الذي يكون في الانترباء إذا لم تشاهد الفيديوهات القبل سوف ترجع تشاهدهم واللينك في التسكريبشن أول شيء سوف نقوم بعمل بلاتفور موبايل سوف نقوم بعمل بفائل سوف نختار اندرويد ونقوم بعمل بلاتفور سوف نختار سكرين فورما سوف نرجع الاسد فائل ونقوم بعمل 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 أول مشابه نصنع كامبس والوضع بعمل plan في أول موضع نقوم بـ . خصيل ريكوث كامبس والتقون موضع компании تقريباً بضع الكثير من الأيام تقريباً ببسطة ببسطة فقد مجرد البسطة ، نحن نفضل بأداء خاصة نحن نفضل بفق تقريباً نحن نرضي الإمجب يفق تقريباً اضطلع سبيلنا ونختار الامج بينه اذا اكتبنا الاسبكت الامج ستبقى في الفورمال الاريجينال اذا اكتبنا الاسبكت 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 الامج يمكنكم من امراه في الاسبكت الامج اضطلع سبيل الامج يمكنكم ان اطلع اذا كنتم التكست وامج تحت عنيفة سبيل المساعدة ونجد صفحة لـ ونقوم بتوقفم We can addCoreText.Text.Text equal to Score.toString بعد نختار تقم رائع ونضع على الصفحة في رئيس نقوم بلاي ونرى أن رئيس الـ Plyer إذا قصر الـ coin نقوم بزد واحد نضع نـيو مجداع ونختار شكل الـ coin مرة أخرى هنضرون نيو إيميج دي ما وسط الكنبس هاد المرة هنضرون لهلت بار مرة أخرى ستكون هلت بار اوهلت بار هلت بار هم بتجولها سبريس ولكن هذه المرة سوف نقوم بإضافة بإضافة لكي نقوم بإضافة الفورمات ترجمة نانسي قنقر expect Señor Tape نقوم بعمل سوريد واد على Loást وبعد نقوم بإضافة الْأَامَازُ إذا ش package шир soon وفي الخطة الـ الآن نضع внешenza من الفتيجة القيام بالإضافة نقوم بعمل قد ترجمة نائة نضع هي الهيati نضطيقها نتوقف healthbar.feelAmount equal to health. نرجع الUnity ونختاره Plyer وفي Plyer script نضيف healthbar وست الVariable healthbar نضيف play نرى إذا قصنا الأنمي الهلتبار كتنمك المترجم للتحديد نضيفه 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 إذا كنت صغر أو يسوي سافر ريستارد لفضل سوف نضغط تحت سكريبت و نكتبه void ريستارد لفضل ما نفعله بين قوسين و نفتحه المعقوبات و وسط الفضل نكتبه Application.loadLevel وبين قوسين نضغط Application.loadLevel بعد نحاول نصابه البطن بيال تحتكم بنفس الطريقة نضغط New Image Control plus D كي نضغط تحت سكريبت البطن تحت ستكون في الاتجاه المقابل وبنفس الطريقة نضغط البطن بالخري نحاول نضغط تحديل إلى Position ديالكل بطن سنرجع البطن بالكامل سنضغط نضغط 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 وفي الكود التحكم نضع plus git k forward and backward left and right اللي هم الفريضات نضع new void نكتب public void move forward بين قوصينا نضع bool نضع value ووضع فونكشن نضع forward equal to value نضع unit ونضع button نضع add component event event reader نضع new event reader نضع point down نضع point up نضع point up نضع plus نضع player نضع نضع function player script نضع وقع function player script نضع move forward ونضع true نضع event وإذا كان مرة أخرى فالتحرك false يعني عندما يبقى ال click في الضغط فالتحرك false نضع play ونضع والإذا كان يبقى ال apply فالتحرك forward نضع ونضع copy components نضع نختار ونضع past components نحاول نغير النام نرجع الـ player script ونضع copy الـ function ونضع past نضع الـ name ، move-backward ، move-left ، move-right نضع الـ variables value ، ، with the function نضع الـ event بكل button سوف نقوم بعملها موز باكورد وليفت رائع تاوما بنفس الطريقة لا نقوم بعمل إجراك في الروتيش يجب أن تكون ديما زيره عندما نقوم بعمل بلاي سوف نرى ما أولاً في البلاير من البلايور من البلايور بلايور ترجمة نانسي قنقر